شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه الآية أو هذه المقطوعة من الآية الكريمة تحتوي فيما يبدو لنا على بعدين البعد الأول بعد البشارة والبعد الثاني بعد الإنذار البعد الأول البعد البشارة كل منا يعاني مشكلة في حياته طبيعة هذه الدنيا طبيعة المشكلات والشاعر يقول كل من تلقاه يشكو ألم ليت شعري هذه الدنيا لمن الله خلق الدنيا للمشكلات الإنسان عندما يكون في مشكلة يظن أن هذه المشكلة مشكلة أبدية وأن هذه المشكلة لا يمكن أن تنتهي ولكن هذه الآية الكريمة تبشر المؤمنين وتلك الأيام نداولها أيام المشاكل لا تبقى أيام الانتقاسات لا تبقى أيام الحزن لا تبقى فهذه بشارة للمؤمنين جميعا ولذلك المؤمن دائما يجب أن يكون قلبه واثقا بالله سبحانه عامرا بالأمل بلطف الله وعناية الله حتى إذا كان في أشد المشكلات إن تلاحظوا هذه القضية رجل لعله يبلغ حوالي مئة عام وزوجته لعلها كانت فوق التسعين عاما هذان الزوجان عاشا ثمانين عام سبعين عام أكثر أقال والله سبحانه وتعالى لم يرزقهما أولادا هل هناك احتمال بعد هذا العمر المديد أن تتحول هذه الحالة بعد ماكو أمل شايب عمرا مئة عام الله يعطيه أولاد ولكن هذه حالة المؤمن حتى عمر مئة عام يطلب من الله ولا ينقطع رجاؤه بالله تقرؤون في القرآن الكريم إذ نادى ربه نداءا خفية ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداءا خفية ليش خفي يمكن والله أعلم لعله عيب قدام المجتمع واحد عمر مئة عام يجي يقول يا الله أعطني أولاد زوجته عمرها تسعين عام أو أكثر عيب فنداءه كان نداءا خفية قال رب إني وهن العظم مني العظم العمود الفقري لهذا البدن وهن واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربه شقيا بالنتيجة ذاك النداء الخفي أثر أثر يا زكريا التبدل هذه سنة إلهية كان عندنا جار في الكويت عندما كنا هناك هذا بعد حوالي خمسطعش عام تزوج وما عنده أولاد بعد خمسطعش عام ذهب إلى سوريا والتجأ إلى عقيلة الهاشميين زينب صلوات الله عليها وطلب أن تكون شفية إلى الله سبحانه وتعالى في حل هذه المشكلة عاد الله سبحانه وتعالى تفضل عليه بالذرية الآن أنتم في ضيافة كريمة أهل البيت السيدة فاطمة المعصومة كريمة أهل البيت لها مقامها الشامخ العظيم فإن لكي عند الله شأنا من الشأن من زارها وجبت له الجنة انت ضيوف الإمام الرضا صلوات الله عليه واحد يجب أن يطلب طلب آمل المؤمن حتى إذا والعياذ بالله ألقوا في جهنم إهناكم أيضا أمل برحمة الله وبلطف الله لا ينقطع ما تقرون في دعائكم إلا أضجن إليك بين أهلها ضجيجا آملين حتى في جهنم هذا مهم في الدنيا والآخرة هذا هو البعد الأول في هذه المقطوعة من الآية كما يبدو وهو بعد البشارة البعد الثاني في هذه الآية بعد الإنذار إذا الله تفضل علينا بنعمة لنصور أن هذه النعمة باقية رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك به قصورا فما بقي الملوك ولا القصور إحنا النعم اللي عدنا نصور إحنا مالكين لها وهذه النعم أبدية مو معلوم مداولة معنى الآية أو ملاك الآية الكريمة مداولة هذه العين التي نملكها نتصور أننا نملكها نعمة أبدية هالشكل مو معلوم كم مليون أعمى الآن أكو بالعالم في آخر إحصائية أنه في العالم يوجد أكثر من خمسين مليون أعمى ذولوا منهم ذولوا مو مثلنا في يوم الأيام الله تعالى أخذ منهم هذه النعم هذه الثروة التي عندنا الأمن الذي عندنا هذه النعم كلها معرضة للخطر كيف ندفع هذا الخطر وكيف نضمن بقاء هذه النعم أكو هناك عوامل نذكر منها العامل الأول عدم الظلم الظلم جدا خطير الظلم مو يعني واحد يكون صدام قد واحد يكون صدام في بيته واحد من الأخوة نقول لي أكو فلان أكو رجل هنا هذا عندما يدخل في بيته أولاده وزوجته يرتجفون هذا مو صدام لكن صدام في بيته واحد يظلم زوجته الظوجة تظلم زوجها الظلم خطير الآب يظلم أولاده الأوم تظلم أولاده خطير هذا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يدعو إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي بيته نقرأ في دعاء السمات وَأَغْرَقْتَ فَرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ وَمَرَاكِبَهُ فَالْيَامُ هذا فرعون الجديد الله أفناه كانوا مخططين كما في بعض التقريرات يعيشون ثلاثمائة عام هو وأولاده وأحفاده وأحفاد أحفاده يحكمون الظلم دمره هذا الظلم حاكم وظلم أب في بيته نفس الشيء ظلم الأخ الأكبر للأخ الأصغر نفس الشيء الظلم يزيل النعام هذا العامل الأول عدم الظلم ضمانة بقاء النعام العامل الثاني عدم الذنب العين الله أعطانا واحد يطالع بها الأفلام الخلاعية المحرمة هذا خطر واحد يستفيد من نعم الله ضد الله خطر إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره خطر خطر العامل الثاني عدم الذنب العامل الثالث واحد كله يفكر في الجانب المظلم من الحياة اللهم اعطينا ملايين النعام لنكفر بهذه النعام إذا في مكان من حياتنا أكو إشكال كل لنركز النظر على الجانب المظلم من الحياة شكر النعمة في يوم الأيام النبي صلى الله عليه وآله دخل بيت عائشة وإذا به يشاهد كسرة خبز كاد أن يطأها برجله كفر بالنعمة فقال النبي لعائشة يا عائشة أكرمي جوار نعم الله فإنها إذا نفرت لا تعود شكر النعمة عدم كفر النعمة هذا العامل الثالث العامل الرابع الإشفاق على عباد الله الراحمون يرحمهم الله الله تفضل علينا فشاركوا في كلمة أمير المؤمنين صلوات الله عليه الله الله في الفقراء أشركوهم في معايشكم هؤلاء شركاء لكم الآن ماكو في الدنيا الناس يموتون من الجوع ماكو في الدنيا الناس يموتون من العطاش ماكو في أطرافنا من البلاد بلاد الطفل يولد بالشارع ويموت بالشارع ماكو في البلاد الإسلامية الآن في هذه اللحظة بلاد الناس يأكلون ورق الأشجار لأنه حتى الرغيف لا يجدون ورق الأشجار يأخذو يطحنو يطبخونه في الماء ويأكلونه مسلمون مثل ماكو في البلاد ويأكلونه ويأكلونه وبعض الأطفال الصغار طفل خل ما يفتهم طعم مر هذا الطعام يرفض يتناول الطعام كانوا كاتمين النفلان طفل غشية عليه من شدة الضعف والجوع هذه آهاتهم ما تأخذنه يجب أن نحذر هذا العامل الرابع العامل الأول عدم الظلم العامل الثاني عدم الذنب العامل الثالث عدم كفران النعم العامل الرابع الإشفاق على الآخرين العامل الخامس الدعاء وإنتوا الآن في مواطن الدعاء أظن في الحديث إذا واحد يخاف من شيء وتقدم بالدعاء إلى الله سبحانه الله يصرف عننا ذاك الشيء تخافون من الفقر ادعوا الله ألا يفقركم في لحظة يمكن واحد يصير فقير لحظة واحد يدخل سوق الأسهم وهو يملك الملايين بعد دقائق يطلع صفر اليد أعمال الدنيا لحظة واحد وإلنا قضايا كثيرة في هذا المجال أنقل لكم هذه القضية واحد لا أذكر اسم البلد واحد واحد يقول ينقل هذه القضية أنه كان عندي تعامل تجاري ويتاجر في بلد من البلاد تعامل لقضية معينة يقول في يوم الأيام ذهبت إلى ذلك البلد حتى ألتقي به ذهبت إلى بيته فرأيت بيته محروق أنقاض إجيت إلى السوق هذا التاجر كان يملك سوق مو دكان سوق شفت السوق ساقط خاون على عروش سألت وين هذا التاجر قاله هناك خلف هذه التلة يقول رحت فرأيته في حال يرثى لها أشعات أغبار قاعد على التراب وعينه أيضا قد فقدهما قاعد هالشك سلمت عليه قلت له خيرا شنو هذا الوضع قال في الواقع أنا إلي قضية أنا في يوم من الأيام كنت جالس في دكاني وكنت أقرأ القرآن الكريم فوصلت إلى هذه الآية الكريمة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون شوية فكرت في هذه الآية شككت صحيح؟ الله بكون يغير الأحوال ممكن بعدين فكرت أنا تاجر عندي ثروة عندي سوق عندي أملاك ممكن الله بكلمة كن يغير حالي يمكن يعني تشكيك في قدرة الله القدرة المطلقة يقول فرجعت فأخذت النيران تأخذ مني وطلعت برة فرأيتني فاقدا لعيني وسقط على الأرض الناس كثير منهم ماعدهم التزام ديني سمعوا أنه هالشكل التاجر فهجموا على سوقه وأخذوا ينهبون الدكاكين الوالد رحمه الله كان يقول احنا شفنا النظير هذا في إحدى البلاد أحد التجار وضع شوية الناس هجموا على محله كان عنده شلمانات حديد يعني أعمد حديدية ضخمة كبيرة الناس يشيلوها يودوها عشرة عشرين ثلاثين يجتمعون هاي الأعمد الحديدية الضخمة يشيلوها الناس هجموا على بيتي على دكاكيني وأخذوا كل شي وأنا الآن كما ترى ما عندي لا بيت لا دكان لا سوق لا ثروة لا زوجة لا أولاد لا عين لحظة واحدة الفلك يدور العامل الخامس الدعاء واحد يدعو أكو بعض الناس في أخريات أيام حياتهم يبتلون بأمراء يصير شلل خمسطعش عام هو في عذاب وأهله منه في عذاب يعني قد يكونون في عذاب يبتلى بفقدان الذاكرة هذا اللي الآن يسموه زهايمر خرف ينسى أقرباءه وأصدقاءه شوي شوي حتى ينسى نفسه وينسى كيف يأكل وكيف يشرب بعض رؤساء العالم ابتلوا بهذا المرض قبل فترة واحد يدعو يتقدم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هذه خمس ضمانات لبقاء النعم الإلهية أقرأ لكم بعض الروايات وأختم بها الموضوع عن النبي صلى الله عليه وآله إن لله عبادا اختصهم بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها للناس أنفق الله يعوضك يخلف عليك فإذا منعوها حولها عنهم إلى غيرهم الله يسلب هذه النعمة إذا لم تنفقها على عباد الله عن الإمام الباقر صلى الله عليه ما من أحد يظلم مظلمة إلا أخذه الله بها في نفسه وماله الله ينتق عن الإمام الصادق صلى الله عليه عن أبيه الإمام الباقر صلى الله عليه إن الله قضى قضاء حتمية مهم الرواية لا ينعم على عبد بنعمه فيسلبها إياه حتى يحدث ذلك العبد ذنبا يستحق بذلك النقمة إذا الله أنعم على واحد بنعمة هذه النعمة أبدية إلا إذا أذنب الله يسلب منه تلك النعمة النبي صلى الله عليه وآله كما في هذه الرواية يقول اتقوا الذنوب وبالذات الشباب الشباب الآن هواية في معرض الخطار مع هذه الأجواء المفتوحة اتقوا الذنوب فإنها ممحقة أو ممحقة للخيرات يسلب النعمة ونختم بهذه الرواية أمير المؤمنين صلى الله عليه وصل إلى منطقة المدائن بالعراق فوصل إلى طاق كسرة ما أدري شايفينه لا طاق عظيم يدل على قصر عظيم فكان هناك شاعر أخذ يتمثل بهذا البيت جرت الرياح على محل ديارهم أو على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على معادي الإمام صلى الله عليه قال له ألا قلت تقرأ هذه الآية الكريمة هذه الآيات كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ثم قال صلى الله عليه إن هؤلاء هؤلاء القوم كانوا وارثين فأصبحوا موروثين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية المعصية نوع من أنواع كفران النعمة إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقام ولا بأس أن نقرأ هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول كما في هذه الرواية قطيعة الرحم تزيل النعم عدكم فد عجوز في العائلة لا تضر ولا تنفع ولا تحل ولا تربط فد عم فد خال عدكم وصلا لا تنفع للدنيا والآخر شنو الداعي ترحون عده تقضون عمركم هذا يطيل عمركم هذا يسبب الخير في دنياكم لا تفكروا في النفع الدنيوي والمادي تنفع أو ما تنفع تحل أو لا تحل تربط أو لا تربط روحوا صلوا أرحامكم هذا في خير الدنيا والآخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين هذه النعم وإن شاء الله تدعون في حرم كريمة أهل البيت وفي حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه بأن يديم الله النعم ويزيد الله النعم فإنه أكرم مسؤول وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرّت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر